فكل المشكلات اللي ممكن تحصل ليهم في التربية هتتحسن ويبقوا زي الفل ويبقوا لا تصالحين لو احنا اعتننا بيهم وراعناهم صلاح حالهم مش بيكون بالجواز في السن دي لان هم لا بلغوا ولا بلغوا بمعنى البلوغ العقلي ولا رشدوا ولا نضجوا لكن الجواز هم قصر بيخليهم يتجوزوا وهم مش جاهزين ولا نطجين ولا عارفين ايه معنى الجواز وعلى فكرة اللي خلنا نتكلم النهاردة عشان زواج القصرات ده نوع من انواع تدبير مفهوم الجواز احد العناصر اللي بتنمر مفهوم الزواج ظواهر كتيرة جدا 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 منها زواج القصرات بنختزل مفهوم الزواج وبنخلي الزواج ده اكثر بزنسة ليه في حد جاي يشتري حاجة وبنخلي الانسان ده يتحول الى سرعة فبيشتريها ومش فاهمين ان الجواز المبيبقى الجواز مش الاولاد مش فاهمين ان الجواز ده علاقة من بين اتنين علاقة في كل جوانب الحياة فما انفعش يبقى فيه طرف من الطرفين مش فاهم ان الجواز ده فاهمت تعامل مع الانسان باكمله فما انفعش هي او هو يكلموا مثلا من المخاطر اللي بتحصل لما بيدخلوا الجواز ايه اللي حاصل انهم يكلموا حد خارج اطار الجواز ويصحبوه لانهم مش عارفين الاوتر الحقية للجواز وده حصل في الاستشارات كتير يبقى انت لو كنت عايز تعفها انت للأسف حطيتها في موضع في غاية السوق وخاصة لو كان في فارق في السن ما بين البنت اللي بتتجاوز وزوجها في الحقيقة كل شخص بيحتاج الى محضن ينشأ فيه واول محضن بينشأ فيه هو المحضن الاسري فلو نهار المحضن ده بغياب الاب والام سواء غيابهم الحقيقي او حتى غيابهم الانساني ان يبقوا مش موجودين فميبقاش في معايير ولا ضواب السلوكية ولا اخلاقية الاولاد هيتخرجوا مشوهين ومشوشين وللأسف هتبع عندهم احتياجات كتيرة غير مشبعة واتظهر في الفترات المراهقة ويويلهم لما يكون فترات المراهقة دي جايوا ان هم تحولوا في مكان هم مش عارفين مقتضيات مقتضيات العمر بتقضي ان هم يكونوا منطلقين ومقتضي الزواج بتقضي ان هم يكونوا مسؤولين فبيحصل لهم حاجات كتيرة جدا 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 وبيطلع منهم اسوأ ما فيهم للأسف ولو تكوزت البنت تحت السن القانوني ممكن يحصل لها حالات كتيرة جدا 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 من السيولة الاخلاقية فممكن تنجرف في علاقات خارج الزواج على فكرة انا جاي باتكلم من واقع اللي بيحصل انا جاي باتكلم عن طريق عن الاستشارات اللي بتحصل وعن اللي بيحصل بشكل واضح فمسأل تكلم شخصة غير جزء لانها ما عشتش الحب بتاع المراهقة مش معنا كده ان احنا بنادوا لحب المراهقة لكن اياه ما حستش بالمرحلة فالمرحلة ما زالت موجودة عندها فبتحسها وبتعيشها بقول لكم المخاطر اللي بتحصل وبقول لكم الحقيقة اللي بتحصل الخطورة هنا مش بس على البنت القاصرة اللي اتجاوزت لكن كمان على جوزها لانه مش بيلاقيها انثة مكتملة وده مش عيب فيها هيعتبق انثة مكتملة بخبرتها وبنضوجها اللي هي مش جاهزة لي دلوقتي لانه الانثة مش اكتمال جاسة دي بس لكن اكتمال في معنى المرأة واكتمال في عقلها واكتمال كمان في مشاعرها واكتمال كمان في تجاربها في الحياة واكتمال في علمها فبكل الستة ادوار بتقوم بيها مع مع زوجها في حياته لكن البنت القاصرة البنت الطفل الزوجة الطفلة القاصرة دي ما تبقاش قادرة تقوم بالادوار دي مع جوزة ولا مدركة ولا هي مدركة اصلا الادوار دي عشان فيه ادوار ما ينفعش الانسان يبقى مدركة غير لما يمر بيها وهي ما ممرتش بيها ازاي هتقدر تحتويه ازاي هتقدر تقف جنبه ازاي هتقدر تتجاوز الشدة ازاي هتقدر ترتب البيت لما يكون فيه اعباء كتيرة ولما يكون الزوج مش قادر مش قادر يقوم بالمسؤوليات ازاي هي هو هي ممكن يعتمد عليها في بعض المسؤوليات كل الكلام ده ما ممرتش بي فلما تيجي هو الزوج يطلب ده فما يلاقيهاش امرأة فهيضطر يعمل ايه بقى انتبه هي سلعة مستخدمة مستهلكة فقط ويدور على امرأة تانية فجيبقى ايزا ان المشكلة ما بقيتش باسم مشكلة ان هي كمان يبقى لها علاقة خارج اطار الزواج ده هو كمان ممكن يبقى له عنده علاقة خارج اطار الزواج فبيكون ده فيه تحدي عند الزوج انه هو ما يتحولش لمرب البنت الصغيرة اللي تجاوزها وهو مش هيربيها انه مش هيقدر يعيش معها كزوجة لكن كبنت متمردة مش واسق من اخلاقها كمان لان فيه كتير من الرجالة في مثل هذه البيئة اللي بيكثر فيها الزواج للقاصرات بيبقى عندهم اتهام للزوجة الاصغر منه سنا انا اكلمكم عن اللي بيحصل بالفعل فالزوج بيحس ان فيه حاجة نقصها نقصه انه ويكون مع ست بتعرف تتكلم معاه وتدي له الاهتمام وتستوعبه فبيدور على المكمل الزواجي اللي تكلمنا عنه في حلقات قبل كده فيتعرف على سيدات تانين خارج اطار الزواج عشان يدوله اللي هو محتاجه وزوجته الصغيرة مش قادر عليه اللي مش قادر تدوله فالمسألة دي خطر على قيم وحياة الناس على خطر على قيم وحياة المجتمع كله فيه مفهوم مخطئ عند الناس ان البنت او الولد اللي بلغ يتجوزه بس الكلام ده كممكن يكون مناسب في عصر من عصول الفاتد ان ما كانش الحياة فيها كل هذا التطور وكل هذه الادوار اللي بيقوم بها الانسان الحياة كانت سهلة بسيطة لكن الحال الان مزيئة بالتفاصيل ترجمة نانسي قنقر